السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وفيديو شرح ايضاقي للحالة التي قمت بها وشاركتها مع أخوتي أولا نشكر خوتنا كاملة التي تفعلو معنا إيجابية على دعاوية حقيقة إن شاء الله يا رب تقبلنا وربي يحفظكم يا أخوتي أعجائكم بإدن الله وامربي يتحبنا ويقدرنا باش نشارك خوتنا جميع التفاصيل دون غرور ودون كبر اللي يخلي وخلى بعض الصيادين يتفادعوا نشر بعض المعلومات وهي الأساسي دي راح تفيد بزاف خاوتنا وتنجي أرواح الحمد لله على نعمة التواضع أربي ثبتنا إن شاء الله بالنسبة أشباه الظوكور حاشا خاوتي الرجال وننسى لي معانا كان أشباه الظوكور لي ما كنش نعرف أصلا لكن هذب الناس يكزيستين معانا في الصفحة لكن كي تكون فيديو حساسة كي من هذي وفيها فإذا خاوتنا تفيد متنجي أرواحهم يخرجوا والعياذوا بالله كأيدي إبريس يخرجوا يفزدوا يخرجوا باش يديروا الفوضى باش يشوشوا الأفكار على خاوتنا وما يخليهم شي يستفادوا من معلومات يا سبحان الله يعني لا حوله لقوة إلا بالله والله ما نعرفها من قبل وطيحين صيادين كبار لكن بين قوسين في المواقع فقط في الواقع تلقاه والله ما عنده علاقة بالبحر ومشكلة حملة كبيرة في المواقع ويستعملوا صور مستحارة على صيادين كبار كين حتى فيهم العياذو بالله ليستعملوا في الصور ويجيوا ينتقدوا بسلبية وبجهل هذراته إنسان بغير حسود يا سبحان الله سينو عليهم دير أبوني معي يا أخي دير أبوني بيش تفعل معنا بيش شرك المعلومات بيش نشوفوك معنا بيش كون دعوت خير بيناتنا بيش سينو آه تم دير أبوني بيش في حالات خاصة كي من هذي تخرج انتا هذراته ما عنده احتمانه دي ارذر خلق اللهم يهذروا هاش بقى المستعان بقى المستعان بقى المستعان لكل حلار بيبعد كم علينا متمنوا وكم الهدايا شبان انو مجدوا كم مرض وليفي كم الكثيف الله المستعان الخابة كين إخوة بزاف احترم رأيهم بخصوص يعني الاقتراح تحمع له مستعملتش سكين عليها لازم تهزل سكين كين إخوة لي ما يعرفوناش وهو مدي بزاف قادوا عليهم هزيش سكين هذا الفيديو هذا حبيت نوضح فيه الخابة بارك باللي كون دعود مع الناس سكين ما ندخلوش أصلا للصيد بقى نشوفه مع بعض الخابة بقى نشوفه مع بعض الهناء الأقطاء ونشوفه توثيق تعل السكين او ليك اشتو سكين خابة او السكين هذا هو السكين ها او في اليد شاركت من قبل الخابة طريقت اختيار انواع السكين سكين مناسب وحكيت اش حال من المرة يعني من المستحسن نستعمل سكين وحد فالرجل وحد في اليد وحد فالحزام وحكينا على احبيلة تثبيت السكين وحكينا علىش حل من النقطة لخواه إذا كنت ل Sno 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 الجان me يجبani Η بل دعود سكين كام انظركها نحاولو كيف حل تجربة عملية للخواة التجربة عملية لخوا بش نوليو النقطة الاتية اللي حكاوا فيها الخوة وقال لك عليها مستعملش السكين لانه البداية هي يعني والفترة السريمة راح تقول بديكين شي باكين خايت ومستحسن استعمال السكين يعني تلح تحرر نفسك وتسعد لكن كل الحالة تفرض عليك تعاون معها في الانية هذيك وبالشي دازم في الوقت هذا وما كانش كما نقولوه قاعدة ممكن تطبقوها على جميع الحالات نوليو للفيديو بتاعنا خاوة نشاركتو معكم ونديرو تجربة صغيرة لانا نحب من خاوتي تركاف الثانية ستة حتى السبعة يحاولوا كفية يسترجعوا جيدا ونكتموه مع بعض النفس ونغوصوا مع بعض ونشوفوا طريقة التعامل مع الموقف وحنا كاتمين النفس ميش وحنا قاعدين في أرياحية والمختعنا قاعد يستوعب في الأفكار ويجيوه الإلهامات وليزيدي وكلا وبين قوسين حشا خاوتي هذا هو الشي اللي يخلى أشباه هذوك الصيادين تاع المواقع في المواقع وما مش صيادين انهم يشاركوا فهمهم ويتطاولوا في ألفاظ رديئات تدل على سوء التربية تحا نولي الخاوة كما قلت لكم نديروا تجربة هذه مع بعضنا نحاولوا كيفية أنت نفسوا جيدا نكتموه نغوصوا مع بعض اللي هنا راهي بداية الغوصة تعالى أخوة رايلي دركاء المعظم تعالى الإخوة اللي معانا لي في التجربة هذي كلهم كتموا النفس ومركزين غير مع الأوكسيجين اللي هنا في حاجة طبيعية كان الإخوة لي ما عندهمش علاقة بالصيد كان الإخوة لي ما قدروش حتى يرحقوا معانا لهذا النقطة هذي اللي هنا ودو يسترجعوا النفس داخل الشي اللي حبيت انشاركوا مع أخوتي بالتجربة هذي هو أنه قدما تكون كتم الأوكسيجين رح يختلف التعامل تا كل إنسان حسب تركيز تاوي ومن الحالة اللي كنت في هذه اللي أنا كنت في إعياء كبير خواة كنت عيان غرف بعد عدة محاولات استخرج السهمة وسامق لكن الحمد لله كنت من ناحية الأوكسيجين كنت الحمد لله الإعياء والضغط على السخانة أو وكلة أخذ لوني نخف شوية كما قلوا يونقص تركيز تاعي والشي دي أصلا أدى إذا حدوث هذا الخاطئ اللي أنا كما تلاحظوا الخيط حاولت أنه بعد ندفع الخيط لكن الخيط كان من خلف تاعي ومثبت الخواة في الحزان اللي أنا لو تلاحظوا اللي هنا وين ولي تعودت التفيت مني على أساس أني نشوف الخيط أو في الجهة اليسرى لأنه دفعت الخيط وبعد مني في الجهة اليسرى حبيت نحرر لكن الخيط اللي هنا كما رأنا نشوفه مع بعض هاوليك هاو ملتفع اللهن هاو راكم نشوفوا فيها الخواة تما كان في زاوية وين يستحيل أن ينشوفه والله نقدر نعرف المكان تاعه بالضبط باش نقدر نتعامل معاه ونجبت سكينه ونقطعه وشوفوا ثاني النقطة هذه الخواة أنه كان ملتفع اللهنة ثاني على القدم تاعي هاوليك تمكيد اللهنة اعتالق اللهنة في الحزام هاو دار عليه اللهنة وجاملنا وعوده بطل اللهنة والتفع على الساق تاعي في الحالة هذه اللي صعبت عليها التعامل مع الموقف المسدس كان قريب ليه بزاف الخواة لذلك أنا في حالة الصعود وما كانش على بالي أصلا وشي هو تخلى اللي واقع لأنه أنا حررت الخيط المسدس في اليوم نا وصعد حتى نحس بحاجة شدتني للأسفل قلت بارك الخيط بارك ذوكي تحرر عاولت انه مبالمي ومبعد رقيتها بلي الحالة سي كون بريكي حالة بلي راني تشبت جيدا وين لا ما فرق ولا انا لو تلاحظوا ثاني الخيط المسدس راهو قدما سعدت هنا يا عاودة التف وعاودة شدني المسدس باعته وليتمكوا نسيب الخيط بين المسدس ومنه في الجهة هذه الهنا وفي الجهة هذه الهنا وفي الجهة هذه الهنا النقطة هذه الهنا لذلك الحل الأمثل في الحالة هذه هو نزل حزان راح نختاز له به الوقت ونختاز له به الجهد ونصعده بأرياحية لانه البدلة تانيوبران دي السمك تاحها خمسة ملامتر راح تعمل عمل الفلين وين تكون تخلينا تعطينا طفئوية موجبة وراح تمنعنا لا قدر الله في حالة الإغماء من عاود من الغارق لكن لا قدر الله لو بذلنا جهد بالسكين وحاولنا نتعامل مع الموقف والبحث على الخيط والتقطيع تعال الخيط وخاصة انه في الحالة هذه لانه لقدر الله وقطعنا نحن الخيط الجهة هذه تعال المسدس الجهة هذه منا تعال المسدس هذه منا وين تشوفوه في النقطة الميضاء هذه وش راح يصرع راح يتحرر المسدس يصعد ونقعد وحنا مثبتين في الخيط لي مثبتش السهم داخل الجحب حالة جدا معاقدة الخاوة هذا كله الخاوة وحنا وكتمين للنفس ما ننساوش هذي لذلك احسن حل اللعنة كنصيحة الخاوة انه انا نشارك متفاصيل هذو بش بربيش لا تكون فيهم فايدة من حقكم اخوة لي قنعوا بهم يستعملهم لي ما قنعوش بهم وتباندهم بني حل امسك استعمال سكين يستعملوا سكين وكل انسان مسؤول على نفسه هذه هي الخاوة اللعنة من بعدها الخاوة مباشرة انزعت لهنا الحزام وعودت صعد كما قلت الركم لو استعملت سكين كانت تكون حكاية شوية كبريكية وممكن خطر يكون كبير نقولي الحكاية تعال اخوة لي قالوا لي رافيق صحيح اخوة ما قدروش هذي نقطة ما اخترفوش في هذوش الرافيق راهو اجباري في الصيد ومنوع ما منوع ما منوع تدخل وحدك هذا خطأ تعالي الخاوة وهذا اشاركته معاكم في الفيديو وماش في الفيديو الي شاز لكن في فيديوهات ساكنت ودائما اخوة يجيب تختيوني يقولوني صحبا كان ظرف طارق وين رافق ما كانش متواجدة معي وقررت انا ندخل المكان هذا نعرفه جيدا لكن هذا ثاني خطأ لانه بده ما تعرف المكان الخطر متقدرش تتحكم فيه متقدرش تعرفه كتاش يجيه وممكن خطر يجيك حتى في الناس في المتر تكون واقف على رجيك ويسراك خطر وقدر ربي يوصلك حتى للموت ربي يحفظنا ويحفظكم مع جماعين قلت لكم لكن انا تشوفوا لو تلاحظوا الخاوة في الفيديو ركزت بزاف على كم نقولوا الطريقة الوقائية شاركتكم الخطأ ليصرا بش انتفادواها اصلا لكن اخوة لي ركزوا بزاف على الرافق ركزوا تمارا يعني المرحلة الاخيرة على قدر الله انسان علاق وملقيش كيفية صرف الموقف ميزيها بطل الرافق وحتى هذه كيف الحالة ديكون فيها الرافق واجد يعني كما نقولوا مجد رحوا للغوص مباشرة ويأسرس الرافق تعوه في الاسفل عنده واحدة العشرة خمسة عشتانية باش يلحق له ثم لقدر الله ورسيد بانكة واخلعه وقعدتما في الفون رح يودر سوفل تعوه وممكن رح ينوا يشرب الماء ولانا تدخل داع الرافق رح يكون غير باش يخرجه من البحر قدم له مباشرة الاسعافة الاولية الى ما لحقش يعني ولما وصلش للحالة ديك تعي القهجة هامدة احنا نقول ان شاء الله يا ربي يحفظنا اجمعين حبيت نشارك مع خوتي الطريقة الوقائية من حالة هذو الاخطاء اللي ممكن يصروا لأي سياده احنا وقعدين نتعلموا ونشاركوا خوتينا المعلومات ان شاء الله يا ربي بعد علينا الكبر واتحال اللي في رواحكم في فيديو فيديو جيدة ان شاء الله سلام عليكم